السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية بدينا بشرح البند الرابع من وحدة الحرارة تحدثنا عن الحرارة الكاملة للانصهار بإنها كمية الحرارة اللي بتلزم لتحويل المادة من الحال الصلبي إلى الحال السائلة عند درجة الانصهار كذلك الأمر عرفنا الحرارة الكاملة تصعيد كمية الحرارة اللي بتلزم لتحويل وحدة الكتل من المادة من الحال السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة الغليان وحلينا عليهم بحصة مسائل اليوم بدنا نكمل بحل مسائل على هذا البند بدنا ندرس مسألة عن تحويل الماء أو الماء بهذا السؤال من حالة الصلب اللهوت الجليد إلى الحالة السائلة ويمكن إلى الحالة الغازية فخلينا احنا نباشر السؤال الأول طالب مني احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل 100 جرام الكتلة الكتلة خلينا نبلش بالمعطيات تساوي 100 جرام تمام؟ بحولها للنظام الدولي بقسم على ألف 100 تقسيم ألف باختصر سفرين بطلع عندي واحد على عشرة أي عشر كيلو جرام في درجة حرارة ناقص عشرة سليسيوس إذن هذه الكتلة موجودة في درجة حرارة القطعة هذه موجودة لتقطعة الجليد في درجة حرارة ناقص عشرة سليسيوس ناقص عشرة سليسيوس وبدي أحولها إلى ماء بدي أحولها أنا إلى ماء تمام؟ بدي أحولها إلى ماء بدرجة حرارة 80 سليسيوس ومعطيني الحرارة النوعية للجليد معلومة والحرارة النوعية للماء معلومة كذلك الأمر الحرارة الكاملة لإنصهار الجليد أيضاً معلوم طيب إحنا بدرستنا للحصة السابقة هل يمكن أن أزودها بكمية حرارة مباشرة أرفحها من ناقص عشرة لثمانين؟ أكيد لا أول بلزمني أمر بعدة نقاط أسمناهن اللي هني نقاط التحول من حالي لحالي أخرى فبالتالي أول خطوة ما بقدر أنا أزود كمية الحرارة مباشرة أرفحها من ناقص عشرة لثمانين لازم أول خطوة أمرك من ناقص عشرة سليسيوس لعند درجة الإنصهار على درجة الإنصهار أو نقطة التحول من جليد إلى سائل للماء أنا بعرف عند سفر سليسيوس فأول شي أنا لازم أعمل فحص على كمية الحرارة اللازمة لتحويلها من ناقص عشرة سليسيوس لثمانين بعد ذلك بلزمني أعمل كمية الحرارة اللازمة للإنصهار لتكمية الحرارة تساوي الكتلة في حرارة الإنصهار هذا وين عند سفر سليسيوس عند سفر سليسيوس وأيضاً بلزمني بعد ذلك بعد ما أنا صهرت الجليدي وإلى ماء بلزمني أزوده بكمية حرارة اللي تحويله إلى سائل فبالتالي بعد ذلك بقدر أرفع أنا من سفر سليسيوس لثمانين سليسيوس زي ما هو طالب السؤال إذن بلزمني أنا أمر بثلاث خطوة خلينا نباشر إحنا بالحل إذن أول خطوة بلزمني أزوده بكمية حرارة خلينا نسميها كافحة واحد حتى أنا أحاوله من ناقص عشرة لسفر عند السفر بتثبت درجة الحرارة وبصير أزود بكمية حرارة إلى علاقة بحرارة الإنصار حتى أنا أحاوله من حال لحال أخرى فبالتالي كمية الحرارة الأولى تساوي الكتلة بالحرارة النوعية بدلتا دال هلأ هو بالحال الصلبي صح ولا لا بالحال الصلبي فبالتالي كتلة الجليد عندي 100 جرام اللي تعشر كيلو جرام الحرارة النوعية للجليد كونه موجود بالحال الصلبي كم الحرارة النوعية للجليد درب دلتة دال اللي درجة الحرارة النهائية انا بدي حوله من ناقص عشرة اللي هي تدال واحد الى سفر دال اثنين فبالتالي سفر ناقص من القانون دلتة دال دلتة تعني التغير ناقص دال واحد اللي هي تناقص عشرة تمام ناقص مع ناقص بتصير زال بتصير عندي هنا عشرة عشرة درب عشر واحد درب 2020 بظل عندي 2020 اذا بلزمني 1990 جول مقدار كمية الحرارة الاولى اللي تحويله من ناقص عشرة لسفر انا حاليا موجود عند السفر سليسيوس عند السفر سليسيوس تثبت درجة الحرارة وكمية الحرارة اللي انا بحولها لها علاقة بحرارة الانصار حتى انا اصهره احوله من مادة صلب الى حالة سالة فكمية الحرارة اثنين شو بدا تساوي بدا تساوي كتلة ضرب حرارة انصهار الجليل الكتلة مقدارها عشر ضرب الحرارة الكاملة نصار معطى بالسؤال ثلاثة فاصلة ثلاثة وثلاثين ضرب عشرة قوة خمسة ويساوي هذه لو انت اجيد تشتغلها العشر بتحرك الثلاثة منزل الى الخلف بتصير ثلاثة 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 باصل سبر ضرب عشرة قوة خمسة تمام بعد ذلك العشرة قوة خمسة بتحرك الفاصلة ثلاث مرات ثلاث مرات بتضيف سفرين بتطلع بحدة جول او انت حسبها بالقال حسبة او اي طريقة انت بتفضلها تمام هلأ انا هاي كمية الحرارة ايش عملت عملت على صهر الثلج هس بعد ما زودت انا بكمية الحرارة اصبح ماء اصبح ماء عند سفر سليسوس بلزمني ازوده بكمية حرارة لنقله من سفر الى ثمانين اذا كمية الحرارة الثالثة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية هلا باي حاله هس اصبح من سفر الى ثمانين ماء صح ولا لا لان انا صارته هس اصبح في حالة السائل ضرب دل تدال اللي هيتي عبارة عن دال اثنين ناقص دال واحد وبهذا الحال هاي دال واحد اللي هيتي سفر وهي دال اثنين اللي هيتي ثمانين سليسوس مقدار الكتلة عشر الحرارة النوعية للماء معطى بالسؤال اربعة تلاف ومية وستة وثمانين ضرب دال اثنين اللي هيتي ثمانين ناقص دال واحد اللي هيتي سفر لو اجيت هذه تحسبها بشكل سريع عشر ضرب اربعة واحد ثماني ستة ضرب ثمانين تطلع عندك مقدار كمية الحرارة ثلاثة وثلاثين الف واربعمية وثمانية وثمانين جول حتى انا انقلها من سفر سليسوس لثمانين سليسوس هيك بكون انا وصلت هذه قطعة الثلج الى درجة حرارة ثمانين سليسوس لازمني ثلاث خطوات كمية حرارة اولى لتحويلها من ناقص عشر لسفر كمية حرارة ثانية لإصهارها على درجة سفر سليسوس وتحويلها الى الحال السالة وكمية حرارة الثالثة اللي رفعها من سفر سليسوس الى ثمانين سليسوس كخطوة اخيرة كمية الحرارة الكلية ايش بدها تكون بدها تكون عبارة عن مجموح كمية الحرارة الاولى زائد كمية الحرارة الثانية زائد كمية الحرارة الثالثة ويساوي 2090 جول زائد تمام 33300 زائد 33400 88 فبالتالي انت بدك تجمحن حتى تحصل على كمية الحرارة الكلية بتطلع عندك 6 8878 بوحدة جول كمية الحرارة الكلية اللي لزمتني انا عشان احولها من ناقص 0 سلسيوس الى 80 سلسيوس طيب خلينا نفترض رقم 2 على فرض ان السؤال يريد يريد مننا تحويل كتلة الثلج من درجة من درجة ناقص 10 سلسيوس الى 120 سلسيوس يعني انا بده احولها لاش مش لماء بده انقلها لبخار تمام بده ابخرها يعني قطع الثلج وابخرها فبالتالي احنا الخطوات اللي مركنا فيها من ناقص 10 لسفر كذلك الامر من سفر لثمانين لكن الاشي اللي بده يستجد عندي هان لما انا بحولها من ناقص 10 ل120 سلسيوس بده تكون خطوات الحلقة الاتية اول خطوة بلزمني احولها من ناقص 10 سلسيوس لازم امر بدرجة الانصيار اللي هي تسفر سلسيوس تمام بعد ذلك بحولها من سفر سلسيوس بنقلها للمية سلسيوس اذا اول خطوة من ناقص 10 بمرك لدرجة الانصيار كذلك الامر من سفر سلسيوس صارت عندي ماء اه طبعا قبلها لازم انا لازم لازم اضيف لي تكمية الحرارة اللي تساوي الكتلة بحرارة الانصيار لازم اعملها انصيار فبالتالي هذي كمية الحرارة الاولى من ناقص 10 لسفر وكمية الحرارة الثانية اللي بدها تعمله انصيار وكمية الحرارة الثالثة اللي بدها تنقله من سفر سلسيوس لمية سلسيوس وكمية الحرارة الرابعة اللي بدها تعمله تبخير اللي تلكتلة في حرارة ايش اسمناها في حرارة التصعيد اللي بتعمله تصعيده وتبخيره والكتلة وكمية الحرارة الخامسة بدك تعمله اللي هي عبارة عن اللي هي تلي تحويله من مية إلى 120 سلسلسلس فأنت بدأت تمر بكل هذول كمية الحرارة وتجمعهم تمام يا أستاذ إذن مهم جدا بلزمني أنا دائما ما بقدر نقولها مباشرة من ناقص 10 إلى 120 لازم أمر بالسفر لتدرجة الانصهار ولازم أمر بالمئة لتدرجة الغليان مع كمية الحرارة فخلينا نباشر فيها بشكل مستعجل أول خطوة كمية الحرارة الأولى التي تحويلها من ناقص 10 إلى 0 عبارة عن كتلة بالحرارة النوعية بدلتا دال ويساوي الكتلة 10 الحرارة النوعية للجليد 2090 جليد كافحة واحد ضرب دلتا دال اللي تعبارة عن 10 زي ما حسبناها قبل شوي 2090 جول كمية الحرارة الثانية الكتلة بحرارة الانصهار الكتلة أيضا 10 تساوي 10 ضرب حرارة الانصهار للجليد مقدارها 3 ضرب 10 قوة 5 هذا لو حسبناها قبل شوي طلعت معنا صفرين بهذا الشكل بوحدة جول كمية كمية الحرارة الثالثة اللي تبدأ تنقلها من 0 سليسيوس ل100 سليسيوس لدرجة الانصهار الكتلة بالحرارة النوعية ب دلتا دال كتلة 10 الحرارة النوعية للماء معطا 4186 دلتا دال هاي دال 200 ماقص 0 100 ماقص في دلتا دال اللي ته 100 ماقص 0 فبالتالي لو انت جيت عملتها 10 ضرب 110 10 ضرب 4100 بتصير دك تضف لها 0 4186 بوحدة جول هيك انت وصلت الميت سليسيوس هاي ساعة الميت سليسيوس دك تبخرها كاذا تبخرها بلزمك تستخدم هذا القانون تيجي تقول له كمية الحرارة الرابعة تساوي الكتلة في حرارة التصعيد طبعا بكون معطا بالسؤال حرارة التصعيد الكتلة عندي عشر صح ولا لا حرارة التصعيد بتكون معطا بالسؤال لو انا القيت نظرة بشكل سريع على الجدول بالكتاب بلاقيها 2.26 ب10 قوة 6 هذه تكون معطا بالسؤال تمام هذه كمية الحرارة الرابعة لو انت اجيت حسبتها تطلع معاك يا استاذي عبارة عشر ضرب 2 تطلع 6 2 2.0 ضرب 10 قوة 6 هذول بتحركهن ثلاث منازل وبتضيف لهن ثلاث سفار يعني بتصير عندها 2.2 6 1 2 3 سفار بحليت جول هاي كمية الحرارة اذا هيد انا بخرتها او تخلصت انا من الحال السالة او وصلت عند حالة البخار هسا بدينا نقولها من المية للمية وعشرين فاقول كمية الحرارة الخامس اللي بتلزم لي عبارة عن كتلة بالحرارة النوعية بي دلتا دل الكتلة مقدارة عشر الحرارة النوعية لل بخار يفترض تكون معطاة ايضا بالسؤال بعدها هذه الحرارة النوعية للبخار ايضا تكون معطاة هانا استعملنا للجليد هانا للماء هاي احنا في البخار هاي للبخار تكون معطا وتكون مقدارها تعطى بالسؤال 1963 1963 في دلتا دال دلتا دال اللي تنا بدي احولها دال 2 ناقص دال 1 120 ناقص 100 120 ناقص 100 سيليسيوس تمام لو اجيت انت حسبت هذا 120 ناقص 100 مقدارها 20 مضروبة ب عشر مضروبة ب 1 9 6 3 بتحصل على هذا المقدار اللي هوت 3926 جول مقدار كمية الحرارة الخامسة كمية الحرارة الكلية بدهت تجمحن جميحن كمية الحرارة كخطوة اخيرة كمية الحرارة الكلية اللي انا استخدمتها عشان احولها من ماقص 10 للمية 20 عبارة عن كافحة 1 زائد كافحة 2 زائد كافحة 3 زائد كمية الحرارة الرابعة زائد كمية الحرارة الخامسة هيك انت بتكون اوجهت كمية الحرارة الكلية اللي رزمتني اللي تحولها من ماقص 10 سيليسيوس ل120 سيليسيوس لو انت اجيت حسبت هذول جمعتين 2090 زائد هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد هذا الرقم واحدة ثنتين ثالث أربعة خمسة لو جمعت هذول الخمسة أرقام تحصل على النتيجة عبارة عن 300 7070 بواحدة جول مقدار الحرارة كمية الحرارة الكلية افترض يا أستاذي أيضا انه قلك بده العملية عكسية يحول من 120 سيليسيوس عندي بخار بده يعمل له تجميد بطريقة معينة ويرجع لناقص 10 فبالتالي بهذا الحال بدي ارجع رجوع يعني بدي ارجع من 120 سيليسيوس لو من حالة البخار الى حالة الجليل كخطوة أولى يا أستاذي بديك ترجع فرجو من 120 ممنوع تنزل لناقص 10 سيليسيوس مرة واحدة أول خطوة بتنزل من 120 لمية فإنت بدك تكتب هذا القانون هذه كمية الحرارة الأولى الكتلة بالحرارة النوعية بدل تدال لكن درجة الحرارة اقتدائية اللي هي عبارة عن 120 ودرجة الحرارة النهاية بديها تكون عبارة عن 100 فبالتالي هذا الكمية دال 2 هاي بديها تكون 100 وهي دال 1 فبالتالي الجواب بدي يكون سالب 100 ناقص 120 ناقص 20 فبالتالي كمية الحرارة بلا تكون مقدارها سالب كذلك الأمر كمية الحرارة لكل منهن من المراحل نفس الخطوات بدك تشتغل نفس الخطوات لكن بكل خطوة رح تحصل انت على نتيجة سالبة يعني كمية الحرارة اللي لازم اللي تحويلها من او اللي هي مش لتصعيد اللي ترجيع مش تصعيد بدك نفس الاشي بس بدي يصير اسمها تحويلها من حالة اللي هي تغازيها الى حالة سالبة فبالتالي نفس هذا الرقم لكن بدك أضيف له مقدار سالب ايضا هون نفس الشي كمية الحرارة الثالثة بدك تصير هاي دال 1 وهذه دال 2 فايضا مقدار سالب وكمية الحرارة الثانية والأولى نفس الشي لكن مقدارهن سالب فبالتالي هذي بطلع معانا نفس كمية الحرارة لكن بمقدار سالب عند الرجوع في العملية من 120 لا من 120 لناقص 10 إذا لما أنا بكون بعمل بعملية تسخين بزودها بكمية حرارة كمية الحرارة موجبة لما أنا بعمل عملية تبريد هي بتزودني بكمية حرارة فبالتالي كمية الحرارة سالبة هذا كل ما يخص بعمليات التحويل هيك بتهيال إنه صار عنا فكرة ممتازة عن الحرارة الكاملة إن صار الحرارة الكاملة تصحير الله يعطيكم العافية بنكمل في حصة أخرى شكراً لكم بتمنى تشارك الحصة مع زميلك ولك الأجر في نشر العلم